بسم الله الرحمن الرحيم ايا كنا بدو و ايا كنا ستاين Mr. President Honorable Secretary General Excellencies Ladies and Gentlemen I feel honored today to represent my country I'll be here in this area for the world where we have a chance to discuss the issues that we face the world I've been able to discuss the issues to this area despite the difficult time in my country and the challenges I didn't have to be if this is a problem that we have to deal with the world I have to deal with it I'd like to discuss the issues first to discuss the issues لقد رأيت الكثير من القادة يتحدثون عن هذا لكنني لا أرى قادة العالم يدركون حقيقة الحاجة الملحة لهذا الموقف لدينا الكثير من الأفكار لكن كما يقولون الأفكار بدون تمويل هي مجردها الوسع باكستان هي من بين أفضل عشر دول في العالم متأثرة بتغيير المناخ نحن نعتمد على الأنهار للزراعة بشكل رئيسي 80% من مياهنا تأتي من الأنهار الجليدية وهذه الأخيرة تذوب بوتيرة مثيرة للقلق اكتشفنا 5000 بحيرة جليدية في جبالنا إذا لم يتم القيام بأي شيء نخشى أن يواجه الإنسان كارثة ضخمة في كيبي مقاطعة باكستان زرعنا مليار شجرة في خمس سنوات الآن نحن نستهدف عشر مليارات شجرة لكن دولة واحدة لا تستطيع أن تفعل أي شيء هذا يجب أن يكون جهدا مشتركا من العالم تفاؤلي يأتي من حقيقة أن الله سبحانه وتعالى أعطى القوى العظمى للبشر يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة وهنا أريد أن تأخذ الأمم المتحدة زمام المبادرة في الاحتجاج بهذه الإرادة الدول الغنية التي تساهم بأكبر قدر في الانبعاثات غازات الدفيئة يجب أن تخدع للمساءلة سيد الرئيس كل عام مليارات الدولارات تغادر الدول الفقيرة وتذهب إلى الدول الغنية مليارات الدولارات التي سرقها السياسيون الفاسدون لفرض الضرائب على الملاذات العقارات باهضة الثمن التي تم شراؤها في العواصم الغربية إنهم مدمر للعالم النامي الفساد يفقر العالم النامي الفرق بين البلدان الغنية والفقيرة ينمو بسبب هذا لا يتم معاملة غسل الأموال مثل معاملة المخدرات أو تمويل الإرهاب اليوم يتم نهب الدول الفقيرة من قبل نخبها في بلدي عندما توليت المسؤولية عن حكومتنا قبل عام في السنوات العشر السابقة لزيادة إجمال ديوننا أربع مرات كنتيجة لإجمال إرادات التي نجمعها في سنة واحدة ذهب نصفها إلى خدمة الديون كيف سننفق على سكاننا البالغ عددهم 220 مليون عندما نهبت أموالنا من قبل النخب الحاكمة وعندما حددنا خصائص هؤلاء الزعماء الفاسدين في العواصم الغربية نجد صعوبة في استردادها إذا استردنا الأموال المنهوبة فيمكننا إنفاقها على التنمية البشرية لكن هناك قوانين تحمي هؤلاء المجرمين ليس لدينا المال لتوظيف محامين بقيمة ملايين دولارات يجب على الدول الغنية أن تبدي إرادة سياسية إنهم لا يستطيعون السماح لهذا لهروب هذه رؤوس الأموال من البلدان الفقيرة من خلال الفساد كيف يمكن للبلدان الفقيرة أن تفي بأهداف تنمية المستدامة للأمم المتحدة عندما يمكن لأموال تنمية البشرية أن تغادر بلادنا بسهولة يجب أن يكون هناك رادع يجب أن لا يسمح للنخب الحاكم الفاسد بأخذ الأموال وإيقافها في الملاذات الضريبية لماذا من القانوني وجود ملاذات ضريبية حيث لديك هذه الحسابات السرية العالم يتغير إذا أصبح الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر ثراء فستحدث أزمة قريبا سيؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة يجب على البنك الدولي والصندوق النقد الدولي والبنك الأسيوي النامي إيجاد طريقة لوقف هذا النهب نقطة الثالثة هي إرهاب الإسلام هناك 1.3 مليار مسلم في العالم المسلمون الذين يعيشون في جميع القارات نمت الإسلاموفوبيا منذ 11 سبتمبر وهي مثيرة للقلق إنه يخلق انقسامات أصبحت النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب مشكلة وينظر إليه كسلاح يمكن للمرأة خلع ملابسها في بعض البلدان لكنها لا تستطيع ارتداء المزيد ولماذا حدث هذا؟ لأن بعض القادة الغربيين ربطوا بين الإسلام والإرهاب ما هو الإسلام الرديكالي؟ لا يوجد سوى إسلام واحد وهو إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يوجد رهاب الإسلام؟ كيف سيفرق الأمريكي العادي بين مسلم معتادل ومسلم رديكالي؟ هذا ليس له علاقة بديننا لقد واجهنا رهاب الإسلام أثناء الصفر إلى الخارج وفي الدول الأوروبية تهميش المجتمعات الإسلامية والتهميش يخلق مجالا يؤدي إلى التطرف نقطة هنا هي أنه يجب علينا معالجة هذا الأمر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأت الحرب ضد الإسلام المتطرف بدلا من محاولة القادة المسلمين أن يشرحوا للغرب أنه لا يوجد شيء اسمه إسلام رديكالي السوفيات اليسار الولايات المتحدة معبأة تعال إلى الحادي عشر من سبتمبر والآن بعد أن طررنا الانضمام إلى الولايات المتحدة وإخبار نفس الأشخاص الذين تلقوا تعليمهم فإن هذا ليس الآن كفاح من أجل الحرية بل إرهاب رأوا فجأة لنا كمتعاونين أصبح كابوسا وانقلبوا ضدنا فقد سبعون ألف باكستاني حياتهم بسبب حرب لم يكن لباكستان علاقة بها لم يشارك الباكستاني في الحادي عشر من سبتمبر لذلك عندما وصلنا إلى السلطة قررنا حل جميع الجماعات المسلحة وكان هذا قرار اتخذته جميع الأحزاب السياسية أعلم أن الهند ما زالت تقول إن لدينا منظمات متشددة لكنني أدعو مراقب الأمم المتحدة للحضور والبحث بأنفسهم ثانيا بدأنا إصلاح الأسوار لقد تعاملنا مع أفغانستان وإيران هناك هامش متطرف في كل مجتمع ولكن أساس كل دين هو الرحمة والعدالة لسوء الحظ لم يستطع القادة المسلمون شرح ذلك فشنا كعالم مسلم في شرح أنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام الراديكالي في باكستان كنا عين العاصفة وصاغت حكومتنا مصطلح الاعتدال المستنير حول الهجمات الانتحارية لأن منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر قاموا بهجمات انتحارية خرجت كل أنواع النظريات كتلك المتعلقة بالعذارة في الجنة حدث هذا الأمر الغريب حيث تم ربط الهجمات الانتحارية بالإسلام لم يكلف أحد عناء البحث عن نمور التاميل وقاذفات الكاميكازي اليابانية لم يلقي أحد باللوم على الدين عندما قاموا بالهجمات الانتحارية وعن حق لأنه لا يوجد دين يعلم العنف الشيء الأكثر أهمية الذي أريد قوله لشرح هذا الخوف من الإسلام لقد لعبت لعبة الكريكت في الغرب وأنا أعلم كيف يعمل العقل الغربي أحد أسباب رهاب الإسلام في عام 1989 تم نشر هذه الكتب الخبيثة والسخرية من نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستطع الغرب فهم المشكلة لأنهم لا ينظرون إلى الدين بالطريقة التي نقوم بها وهكذا في نظرهم كل الإسلام كان دينا غير متسامح أصبح نقطة تحول وكل سنتين أو ثلاث سنوات يسيء شخص ما لنبينا صلى الله عليه وسلم يكون رد فعل للمسلمين والغرب يصفهم بالتسامح ألوم بعض الناس ألوم بعض الناس في الغرب الذين استفزوا المسلمين ولكن هذا هو المكان الذي تخلت فيه غالبية القادة المسلمين عن الجالية المسلمة كان نبينا صلى الله عليه وسلم الشاهد على كتابنا الإلهي القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى الذي نريد أن نرقى إليه خلق دولة المدينة المنورة التي كانت دولة الرفاه أسمع أشياء غريبة عن الإسلام أنه ضد النساء والأقليات كانت ولاية المدينة الأولى التي تحملت مسؤولية المرأة الأرامل والفقراء أعلنت الدولة جميع البشر متساوون مهما كان لون بشرتهم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد من أعظم الأعمال هو تحرير العبد ولكن إذا كان لذيك عاملهم كعضو متساوين في الأسرة ونتيجة لذلك حدث ما لم يسبق له مثيل أصبح العبيد ملوكا وتم تشكيل سلالات العبيد مرة أخرى مع الأقليات في الإسلام كان من الواجب المقدس حماية أماكن العبادة لجميع الأديان أعلن أن جميع البشر متساوون الخليفة الرابع للمدينة المنورة خسر دعوة قضائيا ضد مواطن يهودي رقم واحد كان فوق القانون عندما تكون الجالية المسلمة غير عادلة للأقلية فإنها تتعارض مع تعاليم ديننا نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش في قلوبنا وعندما يكون ضارا فإنه يؤلمنا كنت أتخيل دائما ما يمكن أن أقوله أعلم العالم وأعلم العالم عن الإسلام إذا وفقت في هذا المنتدى في المجتمع الغربي تعامل المحرقة بحساسية لأنها تؤذي الجالية اليهودية هذا هو نفس الاحترام الذي نطلبه لا تؤذي مشاعرنا عن طريق الإساءة إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هذا كل ما نطلبه الآن أريد الانتقال إلى الحديث عن كشمير عندما وصلنا إلى السلطة كانت أولوية الأولى هي أن باكستان ستكون ذلك البلد الذي سيبدل قصار جهده لتحقيق السلام انضم إلى الحرب على الإرهاب مرت باكستان بأحد أسوأ فطراتها خسرنا سبعون ألف شخص في الحرب مئة وخمسون مليار دولار لاقتصادنا انضمنا إلى الحرب ضد السوفيت في الثمانينيات قامت باكستان بتدريب المجاهدين أنذاك بناء على طلب الأمريكيين أطلق عليهم السوفيت اسم الإرهابيين ثم أطلق عليهم الأمريكيون اسم مقاتلين من أجل الحرية ثم الهند اسمحوا لي أن أقول لكم علاقة مع الهند بسبب لعبة الكريكت التي تتبعها بشغف كبير في شبه القارة الهندية لدي أصدقاء حميمون في الهند لطالما أحببت الذهاب إلى الهند لذلك كانت أول خطوة لي هي الوصول إلى مودي آي دعنا نعمل خلافاتنا وترك ماضينا وراءنا وأولويتنا الرئيسية يجب أن تكون موظفين لأن لدينا مشاكل مماثلة الفقر وتغيير المناخ أكبر عدد من الناس يقيمون في شبه القارة الهندية عند عدم الرد من الهند كنا نظن أننا يجب أن ننتظر حتى الانتخابات الهندية لأن حزب بهاراتيا جناتا هو حزب قومي وفي الوقت نفسه فجر صبي كشميري تطرفه القوات الهندية نفسه في قافلة هندية وعلى الفور ألقت الهند باللوم على الباكستان أخبرت الهند أن تقدم لنا أي دليل وأننا نتصرف كان لدينا أدلة فعلية على التدخل الهندي في بعض الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان حتى أننا ضبطنا جاسوسهم كلبه هوشان ياداف الذي طرف بجرائمه وبدلا من تبادل الأدلة على تورط أي باكستان مزعوم في هجوم بلواما حاولوا قصفنا ولقد انتقمنا القبض على طيارهم لكن عاد لهم في اليوم التالي لأننا لم نرغب في تصعيد الموقف في الحملة الانتخابية استخدم مستر مودي مصطلحات مثل كان هذا مجرد مقطورة لم يأتي الفيلم بعد اعتقدنا أنه بعد الانتخابات سنعود إلى علاقة طبيعية ولكن هذا لم يكن صحيحا بعد الانتخابات أدركنا أن الهنود كانوا يحاولون دفعنا إلى القائمة السوداء لفريق العمل المالي FATF لعزلنا اقتصاديا عندها أدركنا أن هناك أجندة ثم حدث إلغاء المادة 370 التي كانت تمنح كشمير وضعا خاصا وصعدوا عدد القوات في كشمير وفرضوا حضرة تجول على ثمانية مليون شخص سيد الرئيس يجب أن أشرح ما هو الار اس اس السيد مودي هو عضو مدى الحياة في ر اس اس منظمة مستوحات من هتلر ومسوليني لقد آمنوا بالتفوق العرقي بنفس الطريقة التي آمن بها النازيون بسيادة العرق الآري هذه هي المعرفة المفتوحة ر اس اس يؤمن بالتفوق العرقي للهندوس كانت الكراهية للمسلمين والمسيحيين وهم يعتقدون أن العصر الذهبي للهندوسية أوقف من الحكم الإسلامي أعلنوا صراحة الكراهية للمسلمين والمسيحيين هذا هو كل المعرفة المفتوحة يمكنك فقط جوجل لآباء المؤسسين للار اس اس مثل غول وولكر هذه إديولوجية الكراهية قتلت المهاتما غاندي سمحت الإديولوجيا الكراهية لأولئك الذين يستخدمون نظام الار اس اس تحت سفينة موديس سي ام في قواء جارات بجزر ألفين مسلم أدلى حزب المؤتمر ببيان مفاده أن الإرهابيين يتم تدريبهم في معسكرات الار اس اس لم يسمح لموديس بالسفر إلى الولايات المتحدة أي نوع من العقلية يحبس ثمانية ملايين شخص نساء وأطفال ومرضى ما أعرفه عن الغرب لن يرفض حبس ثمانية ملايين حيوان هؤلاء هم البشر أعمت الغطرسة بي ام مودي وبي جي بي هذا التفوق العنصري ما الذي سيحدث عندما يرفع حظر التجول تعتقد أن الكشميريين سيقبلون بالوضع الراهن الجديد في ظل إلغاء المادة ثلاثمائة وسبعون مائة ألف كشميري قتلوا واغتصب الآلاف من النساء ذكرت الأمم المتحدة ذلك لكن العالم لم يفعل شيئا ويعتبر الهند سوقا ضخمة لقد تغلبت المادية على البشرية ماذا سيحدث عند رفع حظر التجول يقول مودي أن هذا يتم من أجل ازدهار كشمير ولكن ماذا سيحدث عندما يخرج ثمانية ملانين كشميري من حبس ويواجهون تسعمائة الجندي أخشى أن يكون هناك حمام دم الطريقة التي يتم بها حبس كشمير مثل الحيوانات في المنازل القبض على قياداتهم السياسية حتى تلك المؤيدة للهند ثلاثة عشر ألف فتن اختطفوا ونقلوا إلى أماكن مجهولة هذا سوف يؤدي فقط إلى مزيد من التطرف نخشى حادثة بولامة أخرى ولهذا السبب ستلوم الهند باكستان مرة أخرى وزير الخارجية الهندي يقول إن باكستان لديها خمسمائة إرهابي ينتظرون فتح الحدود ماذا سيفعل خمسمائة إرهابي مقابل 0.9 مليون جندي إنهم فقط يريدون عذرا شعار وشعار الإرهاب الإسلامي تسمح عبارة الإرهاب الإسلامي للهند بنبذ حقوق الإنسان وزيادة القصوة على الشعب كشمير لماذا نريد أن نعطل السلام ولكن هذا بسبب عدم وجود سرد روائي آخر للهند سيكون هناك حادثة أخرى في بولواما بسبب قسوتهم في كشمير وسوف يلومون ويحاولون تفجيرنا مرة أخرى ألا تعتقد أن 180 مليون مسلم سيتطرفون في الهند لأنهم يرون أن هناك ثمانية ملايين كشميري محبوس وماذا عن 1.3 مليار مسلم يشاهدون هذا وهم يعلمون أن هذا يحدث فقط للمسلمين الكشميريين كيف سيكون رد فعل المجتمع اليهودي حتى لو كان ثمانية آلاف يهودي قيد الإغلاق كيف سيكون رد فعل الأوروبيين كيف سيكون رد فعل أي مجتمع بشري هل نحن عباد الله الأقل لا تعرفون أن هذا يسبب لنا الآلام لقد نشأنا نشاهد الأفلام رجل جيد لا يحصل على العدالة يلتقط سلاحا وتهتفه سن كاملة ماذا كان رد فعل المجتمع الدولي على أي فضائع في العالم الإسلامي أتصوروا في كشمير محبوسا لمدة خمسين يوما نسمع عن الاغتصاب والجيش الهندي يضور هل سيعيشوا مع هذا الإدلال أنتم تجبرون الناس على التطرف عندما يفقد الناس إراداتهم في العيش يلتقطون الأسلحة يصور فيلم Death Wish كيف يلتقط صبي البنادق ويبدأوا في قتل جميع المجرمين إذا كنت تفعل هذا للبشر تدفعهم فأنت تقودهم إلى التطرف هذه هي واحدة من أكثر الأوقات الحرجة سيتم إلقاء اللوم على باكستان إذا حدث شيء ما ذهبت دولتان مسلحتان نوويتان في فبراير ولهذا السبب تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية هذا هو السبب في أنكم جئتم إلى الوجود في عام 1945 أشعر أننا عدنا في عام 1939 ميونيخ وقد اتخذت تشيكو سلوفاكيا هل تسترضي كلمة المجتمع سوقا بقيمة 1.2 مليار دولار أم أنها ستدافع عن العذالة والإنسانية إذا بدأت الحرب التقليدية بين دولتين فإن أي شيء يمكن أن يحدث في الدول النووية لنفطر الدولة أصغر سبع مرات من جارتها واجهت سؤال إما أن تستسلم أو تقاتل حتى النهاية أسأل نفسي هذا السؤال وإيماني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يوجد الله ألا أحد ونحن نحن لا إله إلا الله سوف نحارب أنا لا أهدد هنا بشن حرب نووية إنه مصدر قلق إنه اختبار للأمم المتحدة أنت الشخص الذي قال لكشمير الحق في تقرير المصير ليس هذا هو الوقت المناسب للتهديئة في عام 1939 في ميونيخ هذا هو الوقت الذي يتعين على الأمم المتحدة أن تحث فيه الهند على رفع حضر التجول التحريري 13 ألف كشميري اختفوا في هذه الأثناء وهذا هو الوقت الذي يجب أن تصر فيه الأمم المتحدة على حق كشمير في تقرير المصير شكرا